نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الأستاذ محمود مكاوي رئيس تحرير معلومات مباشر لأسواق المال العربية حياك الله أهلا بك وأهلا بكل أستاذ المشاهدين كيف ترى أداء الأسواق العالمية وموصلت إليه حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم لو نظرنا على أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية سنبدأها بالأسواق الأمريكية نجد هناك حالة من التفاؤل يشبه حالة من الحذر هناك تفاؤل ربما هناك زارة تحذيرات من ارتفاع قيمة الأصول بصورة مبالغ فيها فيما يتعلق بالأسواق أو الأسهم الأمريكية تحديدا فنجد هناك ارتفاع المؤشر داو جونز الأمريكي لمستويات هي أعلى قمة تاريخية وصل إليه أمس عند مستوى 23.950 نقطة تقريبا وده أعلى مستوى تاريخي نجد ارتفاعات متتالية منذ بداية الربع الثالث وأعتقد أن شهر أكتوبر ونوفمبر الحالي شهر ارتفاعات أعتقد أنها مبالغ فيها وفقا لتقييم الأصول أو أصول الشركات أو الأسهم الأمريكية أعتقد حالة التفاؤل تلك دعمت الأداء المالي أو الأداء المؤشرات الأسواق الأمريكية ولكن ظهور القليل من الحذر والتحذيرات التي ظهرت أمس ونجد هناك البنك المركزي الأوروبي أمس أصدر تقرير يحذر فيه من المبالغة في كيمة الأصول الأمريكية لأنه يعتقد أن حدوث موجة صحيحية أو موجة رجعات أو انفجار تلك كما أطلق عليها شبه فقاعة ربما ينعكس بصورة كبيرة على الأسواق المالية الأخرى سواء كانت الأوروبية أو الأساوية لذا يمكن القول أن حالة التفاؤل تلك المدعومة بالحركات المضربية التي تشهد الأسواق الأمريكية نجد هناك أقبال وانفتاح لشهادة المستثمرين على شراء أو أقبال على أسواق الأسهم تحديدا وأعتقد هي الأكثر مخاطرة ربما يكون ذلك يعني يدعونا لإطلاق موجة تحذير وأعتقد أن شهر ديسمبر القادم هو سيكون المحدد لمصار الأسواق الأمريكية خلال الربع الأول من 2018 لأن أعتقد ظهور موجات صحية وإن كنا نتمنى أن تكون صحية وليست موجات انهيارية لأن هناك بعد تقرير تحذر من انهيارات جديدة لأسواق المال العالمية نتيجة حالة التضخم لتشهد أسعار الأسهم ده فيما يتعلق بالأسواق الأمريكية لو انتقلنا للأسواق الأوروبية نكد أنها ارتفاعات ربما تكون متوازنة ولكن أيضا تسير في فلك الأسواق الأمريكية فهناك ارتفاعات برضو للأسواق الأوروبية تحديدا كما شهدنا جلسة أمس ارتفاع لمؤشرات الأسواق الأوروبية جميعا بسيسناء فوتسي البريطاني ربما يكون تراجعات فوتسي ناتجة عن ارتفاع قوة الاسترليني اللي ظهرت خلال اليومين الماضيين انعكسها بصورة سلبية على مؤشرات فوتسي البريطاني وأعتقد أن قرب الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالبريكزيت وفطورة المطلوبة من بريطانيا لدول الاتحاد الأوروبية الأخرى أعتقد أن ظهور تقرير أمس بأحد الصحف يشير إلى قرب وصول الاتفاق حول المبلغ الذي تتحمله بريطانيا لدول الاتحاد الأوروب الأخرى نتيجة الالتزامات الواقعة على بريطانيا خلال الفترات الماضية ربما توقع تخفيض الرقم المطلوب من بريطانيا بقيمة العشرين مليار يورو أعتقد ده أطلق حالة من التفاقل فيما يتعلق بالبريطانيا تحديداً ونعقص بصورة مباشرة على الإسترليني اللي كان بقوته سبب في تراجع الأسواق البريطانية أمس اليوم نجد مع بداية التعاملات اليوم الأسواق الأوروبية حالة من التراجعات الطفيفة ربما ناتجة عن كما ذكرنا التحزيلات التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي أمس كذلك تقرير الجولدن مان ساكس يحذر أيضاً من تفاقم أو تدخم قيمة الأصول بصورة مبالغ فيها فيما يتعلق بالأسواق الأمريكية تحديداً أعتقد سنشهد موجة هدئة أو هدوء للنشاط السوق الأمريكي خلال ديسمبر ونتمنى أن تكون مجرد حركاتها صحية لا تصل إلى مرحلة من الانهيارات لأن التحزيلات بدأت تنطلق من بداية الأسبوع الجاري من مستويات قوية لمؤشرات الأسهم لا تعبر عن قيمة حقيقية لأسعار الأسهم المدرجة بالأسواق الأمريكية طيب أستاذ محمود حب أسألك دع على سعيد الأسواق الأوروبية نعم أحب أسألك بدايتاً عن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية اللي تجاوزت مستويات العشرين تريليون دولار هل تعتقد يعني هذا سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ربما وفقاً لما أعلنته جانت يالين رئيس الاحتياط الفيدرالي أمس عن وصول مستويات الدين العام لمستوى ربما يكون مقلقاً وهو تجاوز يزيد مع احتمالية تمرير قانون الإصلاح الضريبي وما سيترتب عليه من ضغوط على الإرادات للموازنة الأمريكية ربما يترتب عليه ارتفاعات جديدة لمستويات الدين أعتقد أن هذا الوقت الذي ستطلق معه صفرات الإنذار أو القلق من مستويات الدين الأمريكي لكن في الوضع الحالي هو مستوى لـ 20 تريليون ونسبته لـ 75% من الناتج الإجمالي أعتقد أنه ما زال يمر في المستويات الأمنة لا تدعو للقلق جميل بالنسبة للقانون الإصلاح الضريبي قد يضيف ديوم بقيمة الـ 1.5 تريليون دولار خلال عقد من الزمان هل تعتقد بهذا الكلام؟ بالفعل إذا لم يتم توليد مصادر إرادات أخرى لأن كما نعلم أن هناك احتمالية لتطبيق القانون الإصلاح الضريبي والتخفيض الضريبي على المؤسسات الأمريكية ربما تبدأ في 2019 وهذا ما يرجحه المجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي لأن هناك اتفاق بينهم على رجم من اختلاف في بعض المعايير المتعلقة بالتدرج الضريبي ولكن أنها تجمع على بدء تطبيق تلك التخفيضات الضريبية من عام 2019 وأعتقد أن المصدر الرئيسي للدخل الأمريكي هو الضريب تخفيض قيمة الضريب بالنسبة تصل لـ 15% أعتقد أنها ستؤثر بسلب على إرضات الولايات المتحدة في حال عدم وجود مصادر أخرى ربما يرفع حجم الدين العام أو الاستدانة من إصدار أزون وسندات الخزانة الأمريكية أعتقد سترتفع مستوياتها مع بدء تطبيق قانون الإصلاح الضريبي في حال الاتفاق عليه وأعتقد أن ده ممكن كما ذكرت يرفع الدين العام الأمريكي لرقم قد يتجاوز الـ 2 تريليون إضافية جديدة على الدين الأمريكي خلال العقد القادم لو تكلمنا عن أداء المعروض النقدي في منطقة اليورو خصوصا بعدما سجل نموه على المؤشر بالنسبة 5% على أساس السنة وخلال أكتوبر الماضي مقابل النسبة تقدر بـ 5.2% في سبتمبر السابق له كيف ترى هذا؟ معدلات المعروض النقدي اللي ظهرت فيه طائر الأكتوبر تتماشى مع سياسة المركز الأوروبي من تخفيض سياسة التيسير الكمي فأعتقد أن هناك تخفيض وخطط لتقليص حجم التيسير الكمي اللي أطلق منذ عامين تقريبا لدعم النشاط الاقتصادي الأوروبي أعتقد أن ذلك يتماشى مع سياسة المركزي وهو يؤكد أن هذا الوقت ربما يكون الاقتصاد قادر من نفسه على تطوير نفسه ودعم النشاط الاقتصادي من خلال حركة السيولة الداخلية دون الحاجة إلى دعم أو تدخل مباشر من البنك المركزي فأعتقد أن هذا يمثل صورة إيجابية تتماشى مع سياسة البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الحالية جميل بالنسبة تحديات اللي تعتقد بأنها ستواجه الأسواق العالمية في جلستها المقبلة بإذن الله التحديات الرئاسية كما ذكرنا ارتفاع أو تدخل قيمة الأصول ربما معدلات النمو الاقتصادي وترقب للإجماليات لعام 2017 ربع الثالث أعتقد كان أداء إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي للدول الأمريكية وربما الأوروبية هناك توقعات أو ما زالت التقييرات تؤكد إلى استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترات القادمة أعتقد أنها ستدعم حركة الارتفاعات الأسواق ولكن الارتفاعات الحالية المبالغ فيها أعتقد لو الارتفاع كان بصورة أكثر هدوءا ربما كان لا يدعو للقلق ولكن الارتفاع الحالي هو ارتفاع متتالي دون وجود حركات تصحية تمريرية للمؤشرات الحالية أعتقد أنه يطلق القلق في نفس المستثمرين على الرغم من أقبالهم وانفتاح الشهية على المخاطرة بأسواق الأسهم لكن ما زلنا نؤكد أن الارتفاع الحالي للأسواق غير معبر عن القيمة الحقيقية لبعض الأصول وتحديدا في الأسواق الأمريكية لذا أعتقد أن الحالة التراقب تلك ستنعكس على مؤشرات الأسواق تحديدا خلال ديسمبر أعتقد أننا سنسش هد حالة من طباطق معادلات الارتفاع المؤشرات إن لم تكن هناك حركات تصحية عنيفة قبل نهاية العام الجير نعم حول عملة إلكترونية التي سيتم تقديمها يعني صرح المجلس الحداطي الفيدرالي أن البنك المركز الأمريكي يفكر في تقديمها العملة كيف تجد من وجهة نظرك إيجابية هذه القرار؟ أعتقد أن حركة البيتكوين وما نشهده من ارتفاعات ربما نصفها بالجنونية ارتفاع على المستويات تجاوزت خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستوى أو اقتربت من الحداشر ألف دولار للبيتكوين من ارتفاعات من مستويات أعتقد أن هي كانت هشة في بداية العام الجاري ارتفاعات ربما تتجاوز نسبتها لألف في المية أعتقد أن زالت هو ما دعم قرار أو اتجاه الفيدرالي الأمريكي لإصدار عملة إلكترونية خاصة به تحسبا أو كما يقال هناك منافسة من عملة أخرى هناك اتجاه أو تكالب على شراء البيتكوين هناك فقاعة تشهدها العملة الإلكترونية أعتقد أن ده وجود تقنين لبعض الدول لتداول عملة البيتكوين أعتقد ده كان سبب رئيسي ومرجعي لاتجاه الفيدرالي الأمريكي لأن يكون له ما يمثله في هذا السوق سوق تداول العملات الإلكترونية وأعتقد هو مدافع هذا مدافع للفيدرالي الأمريكي لهذا القرار وأعتقد أنه قرار صائب فيما يتعلق بقرارات تتعلق بالبنوك المركزية ذاتها حيث نعلم أن البيتكوين بصورته الحالية الكثير من الدول تعترف بتدولتها فأعتقد أنها مخطرة من جانب المستثمرين في مثل هذا النوع من الاستثمار للتداول العملة الإلكترونية وتقنينه من خلال بنك مركزي مثل الفيدرالي الأمريكي أعتقد سيلقي بصورة إيجابية أكثر على تدولات العملات الإلكترونية خلال الفترات القادمة نعم كان معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الأستاذ محمود مكاوي رئيس تحرير المعلومات مباشرة لأسواق المالية العربية شكرا لك اشتركوا في القناة